إستضافة ونعايز أشكر كل العاملين بالمنصة بتحت الباحثين وعلى رأسهم دكتور أنور لي تحت الفرصة لنا عشان نحكس ما نقوم به في المعاهد والمركز الغامب اللي بحكوس عامة طيب نبدأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأنا الليلة حعرفكم بالمعهد وبالزاد بدوره في نحطة السودان باختصار ما حيكون في تفاصيل كتيرة لكن بحاول أحكس جانب من الأعمال اللي بنقوم بيها احنا في المعهد طيب الصورة الأولة دي أنا حبيت أبدبيها حديثي اليوم بالنبتة عندنا كتير جدا هنا في السودان ونبتة مهمة جدا جدا وغنية خالص خالص وهي بس مثال لعدة نباتات تانية في السودان هنا عندنا بنفس المستوى فنبتدي التبلدي أو البنقوليز وبنلقى بتميز البنقوليز ده بخصائص عدة من ناحية تغذوية مثلا بيحتوي علي كمية هايلامين بيتامين سي بيحتوي علي كالسيوم بيحتوي علي فوتاسيوم وعندو كمية من برضو الصفات العلاجية زي ما بقول فهو مضاد للبكتيريا والفطريات ولكمية من النوع السرطانات مضاد برضو للكلسرول العالي مضاد للاستفراق والأهمة من كده إنه مضاد للإسهالات وإحنا في السودان هنا بنعاني من الإسهالات كتير وعندنا الأطفال دون الخامسة فيه يمكن 50% من وفياتهم بيترجع علي الإسهالات فلو بس استخدمنا النبتة دي عشان نعلي بالأطفال دون الخامسة في مرض الإسهالات وكده يعني بيكون عندنا مكسب كبير جدا 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 بإنه حنقلل من وفيات الأطفال في السودان بزاد دون الخامسة النبتة دي برضو اعترفت بيها كتير من الدول الأوروبية وأمريكا وبيعتبر في الدول دي بسموه زي novel food supplement يعني supplement مميز خالص خالص وغالي جدا سعره في الدول دي يعني الاثنين جرام بدعا دي واحد دولار فهي نبتة قيمة جدا جدا بنلقاها لكن بكل أسف يعني بالرغم من إنها هي ثروة كبيرة جدا عندنا لكن بنلقاها ثروة مهدرة وما مدينها الاعتبار أو الاهتمام المفروض نديه له ومن أجل هذا يعني أنشئ البحث عشان يساعد في تطوير الاهتمام والاستفادة القصوى من النباطات الطبية اللي عندنا في السودان طيب المعهد المعهد أنشئة في عام وحدة في الوقت داكا وأنشئة بواسطة المجلس القومي للبحوث الوحدة دي تطورت تدريجيا لحد ما قتلينا معهد في عام ثلاثة وتمانين وفي عام اثنين وتسعين بعد غير المجلس القامل البحوث المركز القامل البحوث آلة تبعته للمركز القامل البحوث وفي عام اثنين الف واثناشر طيب رسالة المعهد أهمة عندنا رسالتين عامل المعهد فهي مسائلات وذلك عن طريق يعني تقديم نتائج بحوث علمية وتطبيقية أهم حاجة تطبيقية وتكون عالية الجدوى الجودة عشان ما تطور لينا من استغلال النباطات الطبية والعطرية ونحاول عن طريق نقدم لنا النماذج لمستحضرات واشكال صيدلانية تكون قايمة علي النباطات الطبية والعطرية عشان نعتمد علي ذاتنا وتحقيقها لسيادة رسالة المعهد الثانية هي توثيق وتنميثة إحنا مؤمنين جداً عندنا قدرنا نطوره حنستفيد استفادة كبيرة جداً جداً زي ما كثير من البلدان قدرت تستفيد من طبها الشعبي طيب أكسام المعهد، المعهد ده بتكوالينا من سبع أكسام الأكسام دي بتشتغل في تناغم كام جداً جداً في أي نبتة تدخل المعهد لإدراستها بنلقاها بيتمر عبر تقريباً جميع الأكسام دي أو أغلبة إذا كان ما أقولها فالنبتة دايماً بتبدأ لنا بقسم الطب الشعبي بعد ذاك الكيمية والتصنيف بتمشي بعد ذاك الأحياء الدقيقة أو الأدوية والسيموم أو تمشي قسم الكيمية الحيوية وبعد ذاك لازم لازم تمر علينا بقسم التقانيس الرعائية والقسم الأخير هو قسم الصياغة الضوائية بعد ما تمر علينا النبتة زي ما قولوا بجميع الأكسام دي أخيراً بتدخل في الأكسام كلها والعمل فيها بمشي لنا مفروض لي حاضنة التصنيع الدوائي هامور عليهم ليل كلهم واحد واحد شعبي قسم الطب الشعبي طيب بعمل شون بسم الطب الشعبي أهم حاجة بيعملينه بيوثق لنا التراث الطب السوداني عشان نستفيد من النافع منه ونحارب الضار منه في هذا المجال عندنا مشروعين شغالات طوالي اللي هم البيبليوغرافيا المشروحة يعني شنو بيبليوغرافيا مشروحة؟ مشروحة بنحاول نجمع كل ما كتب عن الطب الشعبي ونبهاء الطبية في السودان في مكتبتنا كويس وبعددهاك بندخله في database أو هناك بيانات وبعدينك ما مندخل بس الببليوغرافيا أو بس العناوين الببليوغرافيا بتاعتنا مشروحة اللي هي بنجيب ال whole document يعني أو على الأقل abstract بيكون لكن أغلب الببليوغرافيا اللي عندنا الورقة كلها أو الكتاب كله ثاني عندنا في المسوحات بتحت المراكز الشعبية أو الممارسات الإلاجية الشعبية والمسوحات دي نحن بنقوم بأنفسنا نصل المعالجين الشعبيين أو نصل البيوت ونسألهم عن ممارساتهم التقليدية الطبية فمؤخرا كان عندنا مشروع اسمه مسوحات الشاملة للممارسات الطبية الشعبية في ولاية الخرطوم فتقريبا إحنا الخرطوم دي مسحناها حار حار زي ما بقوله فجمعنا معلومات من أكثر من 8000 بيت وقدرنا عن طريق البيوت دي نعرف كل المعالجين الشعبيين الموجودين في مناطقهم ولقيناهم حوالي 2150 معالج الشعبي من فكي للشعبي لسيد الزار لبصير لغيره وغيره من ممارسين الطبية الشعبي السوداني فعندنا خارطة الإلكترونية بتوضيح أماكن الناس دي لكلهم وأساميم وكل الأعمال بيجوموا بيها فدي تقريبا المشروع الثاني الشغالي فيه إحنا برضو بنلقي القسم دا بحاول يطور البحث العلمي في الطب الشعبي في السودان في المجالات بتاعاته كله وفي عام 2010 أسسنا برنامج علم الأجناص الطبي عشان يأهل الناس يطوروا البحث في الطب الشعبي فالبرنامج دا تابع كان لأكاديمية السودان للعلوم وهو الحد الآن شغاله نتمنى إنه يتواصل في شغله فهو باي كورسي و باي ريسيرش فده بأهلينا الناس عشان يقدروا يشتغلوا في الطب الشعبي بطريقة علمية خالص خالص وهو بالمناسبة للبرنامج دا ما موجود في السودان في أي محلة غير محد أبحاثنا بها الطبية والأطرية والطب الشعبي وفي أفريقيا ما موجود ولا حتى في الدولة العربية موجود وهو يعني بدراسة الطيب من منظور زي ما تقوله اجتماعي وبيئي وكده غير النظرة بتاعة الأطباء يعني علاج ومرض بس فالنظرة بتحته بنلقاها أشمل طيب برضو هذا القسم بيقوم بتدريب المعالجين الشعبيين في مجالاتهم المختلفة وعندنا كتب إرشادية عملناها فمثلا في الصورة دي في كتاب لدليل المدربين في البصار السليمة فالكتاب دا أو الدليل دا هو عشان ندرب بيهم ودربين عشان ندربوا لينا البصارة في مجال البصار السليمة بنحاول بقدر الإمكان نتطور من إمكانيات ونخليهم اتفادوا كل الأساليب الضارة الممكن يتبعوها الدليل دا شاركونا أطباء فيه هم متعين جراحة عظام اتنين وفي أطباء تانين اتنين برضو شاركونا في هذا الكتاب واكتابته وحتى واحد من الأطباء دا كان داخل معانا في البرنامج بتاع علم الأقناص الطبي فحتى لما ندور ندرس الدليل دا الأطباء دا بيشاركونا يعني حتى لو ما هم برضو من إلينا ناس تانين يشاركونا في التدريب وكده دا فبنجدينه البصار يعني اللي بياخدوا الكورسات دي وبيندربون عليها بيستفيدوا استفادة كبيرة جدا جدا من التدريب دا وحتى بعضهم لمدة أربع خمس سنين اللي جدا بيكونوا على اتصال بالأطباء ديل وبيشاركوهم في كتير من الحالات المرعب عليهم ويسعب عليهم يتصرفوا معها وكده دا بنلقى برضو الدرس لنا الممارسات الشعبية الصحية المنزلية يعني فدي طبعا أول حاجة الزول بيعملكم في تطوير للممارسة دي والممارسة دي تكون صحيح عشان ما الناس ما تحتاج تمشي للخطوة البعدها أو تمشي للطبيب أو للمطبيب الشعبي فبنحاول إنه يعني الممارسات الشعبية في داخل البيت ندرسها ونطور منها زي ما بقوله وعندنا كتاب برضو ودليل في المجال دي يعني مثلا هسا أي بيت تقريبا فيه الحلبة وتستخدم له حيات مختلفة زي الإسهالات أو الكركدي أو غيره وغيره لكن الناس بيفتغروا للكمية يعني ما تكونوا عارفين الكمية بالصبط اللي تدوها كيف وتاني عندنا الكمية من الممارسات الصحية الشعبية اللي بتتعمل في البيت ومفروض يعني تقنن أو تتطور طيب منلق القسم ده هو بداية الانطلاق اللي عمل باقية الأجسام لأنه هو البجلبة المعلومة يعني إحنا المنطبين في المحد إن نجيب المعلومة بتحت النبتة إن النبتة دي بتعالي شنو يعني بعد ذاك وده بنعمله على طريقتين إما إما العشابي مثلا بيجيب لينا النبتة ويقول لينا النبتة دي بتعالي مثلا المرضة الفلانة أو إحنا نمشي ليه ونطلب منه يدينا نباتات ضد أمراض معينة طيب بعد ذاك النبتة بيتمشي لين اللي باسم الكيميا والتصنيف طيب الكسم ده بتكون من وحدتين الوحدة الأولى المعشبة واللي هو يدي بيتمشي لها العشبة فده بيهتم بإدراسة وتصنيف وتوسيق النبهات الطبية والعطرية حسب المناطق الجغرافية ودي بتكون في شكل رحلات علمية عشان نعمل منها أطالس لين بها الطبية والعطرية ومفروض تتجمع في النهاية بعد ما نغطي كل السودان كل الأطالس دي في شكل أطلس واحد لحد الآن عندنا زي سبعة كتب لمناطق مختلفة من السودان زي يجيب زي الخرطوم، النيلة الأبيض، أركويت، برضو عندنا كتاب في النباتات السامة السودانية وبرضو عندنا كتاب في النباتات العطرية السودانية في تاني برضو كتابين انتهوا لكن لسا ما وصلوا الطبية النهائية برضو الجسم دا بيجمع علينا العينات وبحفظ علينا في المعشبة ووحدة دي أو المعشبة دي هي الجهة الرسمية المعتمدة ليتصرف النباتات الطبية والعطرية فكل الطلبة اللي بيحتاجوا يشتغلوا أو راغبين في انو يعملوا بحوث في النباتات الطبية والعطرية بيجو لهذه المعشبة عشان ما تحتمد لهم التصنيب بتاع النباتات الطبية والعطرية الوحدة الثانية هي بكيميا النبات واللي هي دي بتجملينا بتحليل النباتات الطبية والعطرية عشان نعرف مكونات الفعالة وتستخلص علينا وتنقيها وعزلة وحاولت معرفة التراكب الكيميائية ليه عشان تستخدم كدواء في القسم ده في مشروعين هاسا شغالات مشروعنا بهالسودانية اللي عندها فعالية ضد المغص وغازة المعيدة ودي هالساع المشروع ده في طالبة بتاع البي اتش دي في اليابان موجودة بالتمتملين في الشغل ده زي ما يقول بدأنا هنا واشتغلنا فيه كثير وهسا في حاجات بتكون أدفانس شديد ما نقدر هنا في سودان نعمله في محدنا نعمله فبيتتملين في جهات تانية زي مثلا في المشروع ده في تاني مشروع بتاع النبهات القلبة السودانية المدرية لينلبول وبرضو ده فيه تتملئ شغل في اليابان الصورة دي هي صورة بتاع الرحلة علمية قابلها المحد في الشمالية وده أحد الباحثين عندنا وبيحاول زي يقول عنده معاينة مع الشابي وبيحاول يطلع المعلوم منه في النبهات القلبية والعلاج بعد ده كمين قسم الكيميا لقسم الأدبية أو سيمون حسب الكليم أو حسب ما تكون بدعاتهم المرضى البدعاتهم نبدأ فجسم اللحيات بقوم لأنه بمعرفة أثر المستخلصات النباتية ولا طفليات ولا الفقريات وعن طريق ال إما إن فيترو أو إن فيهو في حيوانة المعمل أو في المستمتعة العربة السجاج وبرضو بيتم دراسة در نواحيات طبيعية في تنشيط وتثبيت الجهاز المناعي وبرضو بيشوف القسم ده أثر المستخلصات النباتية والمادة الفعالة للخلقة السرطانية والسليمة وبرضو بتستخدم في هذا القسم تقنيات الأحياء الجزائية لاكتشاف المضابط الحيوية في مشروعين شغالين في القسم ده الآن اللي هما اكتشاف دواء فعال طفيلة الإشمينية وبرضو اكتشاف مضادات للسرطانات من النباتات السودانية في جسم الرابع هو في جسم الأدوية السينوم في بعض النباتات ما يكون عندها تأثير مثلا ضد البكتيريا وكده مثلا يكون السكري أو الضغط أو غير الفد في الحالة دي ما بمر بقسم الطفليات في بمشي لقسم الأدوية السينوم النبات فأساسا بيقوم بمعرفة القسم ده بمعرفة أثر المستخلصات النباتات الخام والمواد الفعالة في شكل مر كبات يا الأنسية المعزولة من الحيوانات أو الحيوانات نفسها بيجينا من الطب الشعبي في حيوانات التقارب برضو بيقوم هذا الجسم بعمل دراسات جانبية للنباتات ودراسات السومية لأنه احتمال كبير أنه بتتكون بتعالج لنا مرض لكن في نفس الوقت بتكون تخرب لنا مثلا أجهزة ثانية فلادي نشوف الآثار الجانبية للنبات وبينقوم بالدراسات السومية على المدى القصير والطويل حسب المرض ذاته ودي بتكون إما مستخلصات النباتات الخام أو النباتات أو المواد الفعالة المشروع الشغال هالسع في القسم ده هو النباتات العندى فعالية ضد جروح السكري عندنا ثاني قسم الكيمية الحيوية وده طريقته شوية مختلفة عن الأجسام التانية فهو بيحاول يتشف لنا القسم ده الأدوية من النواهة الطبية عبر ثلاثة مسارات إما عن طريق تقنية تصبيت عمل الإنظامات زي مثلا أمراض السكري يعني الأمراض الداخلة فيها إنظامات زي السكري قرحة المعدة الزخايمر وهس عندهم مشروعين شغالين في قرحة المعدة ولا الزخايمر وبرضو بيستخدم لنا تطبيقات الكيمية الحاسوبية عشان نصميم بيها الأدوية وده عن طريق دراسة يعني دريجة وكيفية ارتباط المركبات الفعالة في النبات مع الإنظامات الموجودة ثاني برضو دراسة مضادات الأكسدة لنباتات الطبية والمستخلصات والمركبات المعزولة بطرق حديثة وده برضو مشروع حس شغال في القسم ده في القسم ده برضو عندنا أول بنك للمستخلصات النباتية في السودان بغرض اكتشاف أدوية فإحنا فخورين جدا بالبنك ده وهو نتاج للمشروع كان أوروبي جمعت فيه كمية هاي من النباتات والمستخلصات والكلام ده كان قبلي زي 3-4 سنين ولحد الآن إحنا هسا بنستخدر في المستخلصات دي وبنزيد عليها فهو بنك هسا بيحتوي على أكتر من 200 نبات للمستخلصات النباتية بعد ذا كان دبتة بعد ما مور عبر الأجسام دي كلها بتمشي لقسم التقاني الزراعية ودلل الاستفادة الكاملة من السرو النباتية لعندنا في السودان ونحاول ننتق لينا بزور محتمدة ونحتمد البزور الجيدة وإحنا مؤمنين في هذا القسم إنه يعني ما في فائدة لو إحنا عجرينا دراسات علينا باتات وعرفنا إنها فعالة وكده ما لم يكون عندنا في إنتاج ممكن يعمل لنا الأدوية دي فبرضو بيقوم القسم ده بجراء البحوث الزراعية للوصول للحزمة التقنية المثلة لإنتاجنا بها الطبيعة والأطرية اللي هي أهم حاجة عندنا طبعا المادة الفعالة في الحالة دي برضو بيصدر لنا كتيبات إرشادية عشان توري الناس كيف يزرعوا كده بطريقة جيدة وبرضو بترفع علينا الوعي بين المتجين والمستثمرين والمستقدرين والجهات صاحبة القرار عن طريق الحاجة دي بنعمل عن طريق الحملات الإرشادية والسمينارات وإرشاء العمل والصورة دي بتوري واحد من المستثمرين المصريين إحنا ساعدناه كتير في زراعة وإنتاج الخلة البلدية وكان مقور جدا جدا بالإنتاج بتاعنا من ناحية الكمية ومن ناحية المادة الفعالة برضو بعملوا في هذا القسم علي رفع مستوى الصادر من النباتات الصادر زي الكركديه والسنة مكة والخلة البلدية وده بينتاج سلالات ذات إنتاجية عالية وصفات وراسية جيدة في هذا المشروع في هذا القسم في مشروعين هسع شغالات وشوية مختلفات عن المشاريع اللي كانوا قبل كدا بيشتغلوا فيهم المشاريع الثانية زي ما تقول جارية طوالي اللي هي جراء البحوث الزراعية للحزمة التقنية وكدا للنباتات الطبية لكن المشروعين ديل فيهم الجانب بتاع الزيوت النباتية والطيارة ففي مشروع اسم استغلال الزيوت النباتية والطيارة وإنتاج مدخلات صناعية زي القيمة مضافة زي الصابون والمعقمات وطاردات البعوض ومستحضرات التجميل فإحنا لأول مرة نشتغل في الزيوت العطرية زي ما يقوله ففي كمية من العطور بتستورد من خارج السودان وإحنا عندنا هنا كمية من النباتات العطرية الممكن نستغلها وأغلب النباتات العطرية بنلقى ما بتتميز بس بإنها فيها رائحة جميلة ولا كدا ولا عطرية لكن برضو بتكون عندها مزايا ثانية دائما بتكون مثلا مضاطة للبكتيريا وكدا فالمعقمات مثلا بتاعاتنا بتكون هي بتعاقم ومضاطة للبكتيريا وفي نفس الوقت بيكون زي ما قولوا إنك هاتة جميلة يعني وبرضو بنحاول دائما من خارج السودان نقطنا هنا في سودان زي المحلب فعندنا المحلب الأسود هنا في السودان اللي قينا إنه الرائحة بتاعته أو الزيوت فيه أجمل حتى وأكتر من المحلب اللي بيجينا من خارج السودان برضو في مشروع تاني اللي هو إكثار وأقل ما النباحة الطبية دا بقسم التقاني السرعائية القسم الأخير هو بسم الصياغة الدوائية فبعد ما تنتهي النبتة من المرور بكل الأجسام دي أخيرا بيتمشكلين للصياغة الدوائية وديل بيدرسوا لينا المادة الفعالة وبيحددوا لينا الجرعة وبيضعوا لينا المستخلص النباتي في الشكل الصيدلاني النهائي وبيجروا لينا تجارب ضبط الجودة على الأشكال الصيدلانية دي في مشروع حس شغال في هذا القسم اسمه صياغة ضبط جودة نبات الصدار اللي هو الألويسينكتانا لعلاج مرض الصدفية في شكل عقار والألويسينكتانا دي جنج نلقاها ما موجودة في كثير من بلاد العالم موجود لكن السودان بيتميز بينه هي موجودة فيه فلقيناها عندها فعالية كبيرة جدة ضبط مرض الصدفية فهس كل التجارب امتهت وتقريبا هس في الأطوار النهائية الصور دي أمثلة لبعض النباتات اللي وصلت نهايات الدراسة فيها يعني مابرسينا هدي خبيبات فواري مستخلص نباتة سنة مكة وفي كلا وما بريسيسين اللي معمولة ما اللي الثلاثة أمثلة دي هي لنباتات معروفة كويس عالمياً وموجودة في الفارماكوبية البريطانية فعشان كيدا بدين بيها على أساسين الناس تدر فيها هي لأنها معروفة المادة الفعالة فيها لأنه القسم دا جديد أمشي أدربو هس تمام فيه وبعدين يتجه لنباتات جديدة ما موجودة في الفارماكوبية طيب برضو النتاج العمل وسمرة العمل كله برضو في الأجسام دي بنلقاه في النهاية بصبالين في حاضنة التصنيع الدوائي عشان ما يكون دي حلقة الوصل بين المحد والجهة اللي حتصنع النبات دا فحاضنة التصنيع الدوائي دي فكرته هي نولي إنتاج و تصنيع زراعي دوائي عشان يوفق لنا صراعة الدواء بأسعار زهيدة من نباتات مزروعة في السودان وإحنا بدينا بنباتة السنة مكة، السنة مكة عندنا كثير جدا جدا في السودان وحتى بيقوم عشوائي لكن المصانع حتى اللي بتصنيع الدواء بتاع السنة مكة اللي هو مضغط للإمساف وكده بنلقاه بتستوردوا من بره فإحنا عايزين الحاجة دي تديك والناس تستفيد من السنة مكة الموجودة في البلد طيب الحاضنة دي ما انتهت تماما لكن في أطوار النهائية وإن شاء الله خلال هذا العام بنتمنى إنه تكون وصلت لنهاية مراحلة ونبدأ نشتغلها نشتغل فيها ولقي نتجهاب كبير جدا جدا من كثير من المصانع زراعة تكون مستمرة لنبات معين ومسلوع بطريقة صحيحة هم ما عندهم أي مان يدخلوا في تصنيع لأدوية من النباتات دي فالحاضنة بتتقسم لثلاثة وحدات هي وحدة الاستخلاص دي شارة فتعة للأطوار النهائية في الإنشاء وهي واحدة بتاعت استخلاص كبيرة عندنا برضو مصنع وبرضو أقرب على التقرى النهائي كل الأشهزة بتاعته وصلتهم وجود عندنا بس بنعمل حصيانة للمكانة اللي هيكون فيه المصنع في معمل ضب جودة المعمل ده موجود وجاهز للعمل وكل الأجهزة فيه موجودة عشان نقدر النباتات دي نضمن استمرارية وتكون بكميات كبيرة بونا بدورات تدريبية في زراعة السنوكة لعدة مزارعين في مزارع كبيرة في ثلاثة ولايات في القضارف ونهر النيل والفاشق طيب الحوض ندي فيها عدد شراكات داخلية وخير نتكري إنه مفروض يكون عندنا عدد شراكات زيها فمثلا عندنا تقريبا زي 6 جهات مدعونة فيها مثلا بزارة التعليم العالي والبحث العلمي ده مموّر رئيسي في المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ديل إحنا وقعنا معاهم اتفاقية في إطار PROTOCOL NAGOYA إحنا لأنه قستطي إنه نشارك لينا مصدع في حاجة ونديو حاجة وكدا دي جديدة بالنسبة علينا فكان لازم نتدرب إنه إحنا كيف نقدر نتقاسم المنفع دي فPROTOCOL NAGOYA بيورينا كيف نتقاسم المنافع دي وبرضو بالنسبة للموارد الوراسية إحصل شنو كده نفس المجلس العالي للبيئة ديل موّلونا بـ 25 ألف دولار عشان يتدرب في هذا البرOTOCOL ونقدر نطبقه في أرض الواقع في حاضنة التصنيع الدوائي عندنا وزارة المالية قامت برضو بتمويل سخي جدا بنسبة لينا أدتنا ليهو عملة إجنبية ليه سير هذا الأجهزة المعملية وبرضو تمويل السوداني كبير جدا جدا لاستكمال إن شاء الله حاضنة في مصنع سيدي فار برضو عندنا مذكرة تفاهم معاه عشان انتج لنا أقراص عليه مستوى تجاري في جامعة برضو بوكو في نمسا دي بتدرس لنا الجدول الاقتصادية متطلبات السوق الأوروبية من بعض النباتات السودانية فهي دراسة مشتركة وبرضو هي تبع التقاسم المنافع كده كمان نمشي لحاجة ثانية اللي هو تصدير النباتات كده في تاني معامل فرنسية معانا في هذه الحاضنة وهي بيقوم بالتحاليل ومعاير اللي نباتة السنوكة وده برضو عبر عقد متفق عليه وفي إطار بروتو كون جوية طيب خلاص لنا ندق بتاعنا وانتهينا منه نجيلي القوى العاملة في المحهد القوى العاملة في المحهد بنلقاها عبارة عن 32 باحث فقط 3 بروفيسور اثنين بروفيسور مشارك و 12 أستاذ باحث مساعد و 15 باحث إحنا القوى العاملة بتاعنا كانت أكبر بكتير من كده ففي العام مثلاً 2015 كنا أكتر من 50 باحث لكن خلال الخمسة عوام السابقة دي فقدنا أكتر من 35% من القوى العاملة عندنا وده هم البروفيسور وكلهم من حملت الدكتورة الأوراغ العلمية المشورة حوالي 14 كانت في السنة الفاتة وهي أقلة من المتوسط لكن طبعاً السنة الفاتة 2019 فقط هاردي عارفين إحنا الظروف كانت فيها كيف الصورة دي هي لرحلة كانت في الشمالية فيها لو تلاحظوا ثلاثة قاعدين جميعاً ديكتورين دي المتخصصين في أطول صنيف ومعاهم التقنية في كيمياء النبات الثلاثة دي الهس إحنا فقدناهم يعني ما موجودين اللي اتنين دي الدكاترة مقتربين والتقنية ده خلاص وصل سن المعاش وما معنا فهالساعة المحشى والمثلة ما عندنا فيها ولا دكتور ما فيه ولا أساس باحث القسم بتاع الكيمياء النبات ما عندنا ولا من الكوادير الجديدة بينفق الكيمياء من الناس لكن ما بيعاوض فياريت يعني السنين الجايدي اقدروا الناس يعاوضوا فيها ما فقد دومي قوة عاملة بالمحد طيب الخدمات اللي بتبديهم إلينا المحد والشراكات بتتمثل في عدة نقاط اللي هي التدريب القصير والطويل لطلاب الجامعات ودراسات العلية في مجالات النبهة الطبية والعطرية المختلفة وبينقوم برضو بالإشراف العلمي على كمية هاي اللي من طلبة الدراسات العلية وبحوص التخرج والتقييم اللي هو ده بالانتحانات والتحكيم التحكيم سواء كان بتحكيم ترقيات لبروفيسورشيب أو أصواشيت أو كده أو تحكيم بتاع أوراق تابعة لمجلات علمية سواء كان عالمية أو محلية اللي اتنين عندنا ناس بدونوا بالحاجاتي برضو بنقدم خدمات البحث في مجال الطب الشعبي عن أهل الطبية والعطرية عبر بعض غواعد البعنات الموجودة في المحهد الداخلية والعالمية وعندنا مكتبة بتاح الطب الشعبي ونباحة الطبية متاحة لطلاب الدراسات العلية عندنا برضو مربع لحيوانات التجارب وده بيوفير حيوانات التجارب للبحوث وبينوفير بأسعار زهيدة جدا جدا فالحيوان بكلف ونكلف لكن بنحاول إحنا بقدر الإمكان يعني اتوفر بسعر قليل جدا جدا للتجارب كده برضو بنوفر الأصول النباتية لبعض النباحة الطبية من بزور ونباتات وشتلات وبينقوم برضو بخدمة براعمة الكيمية الحاسوبية في تصميم الأدوية وعندنا كمية من الكتيبات الإرشادية يعني حوالي 16 واحد فيها حزن تقنية للإنتاج الجيد لبعض النباتات الطبية الوعدة ودي أمثلة من الكتب الإرشادية والخاردال الخلة البلدية النعناع البابونج جسنا مكة الوينكة الحلبة فكمية عندنا من الكتبات الإرشادية دي برضو بنقوم بتقانية إنتاج الزيوتة العطرية عندنا معشبة متخصصة فيما قلنا في مجاه النباحة الطبية والعطرية وهي مرجعية معتمدة في خدمات التصميم بيقدم كمية من الاستشارات الفنية والعلمية وبنشارك في كمية من اللجان القومية المتخصصة ذات الصلة بالمحة زي مثلا الهيئة السودانية للمؤسفات والمقاييس المحة بنلقاه هو الجيهة المرجعية للهيئة دي وهو بيرأس اللجنة الفنية لأنها بها الطبية والعطرية في عندنا شراكات مع بزارة الزراعة بالذات ناس الإرشاد الزراعي وفي اللجنة الفنية ليوضع مواصفات الأسمية العضوية برضو بنشارك في أنميجلس الطب السوداني بالذات في الدائرة بتحت الطب الشعبي وفي دائرة جديدة لها زي أربع سنين مما أسست والمنطب بها إنها تقييم الأطبة اللي بدخلوا في مجال الطب المديل وتجيزهم وتجيز ترقياتهم كده فعندنا عضوين من المحة موجودين في الدائرة دي من عشر أعضاء من الجهات الثانية في بزارة الصحة ممثلة بزارة في إدارة الصيدلة إحنا داخلين في لجنة وضع السياسات تداول النواهات الطبية والعطرية وهي دي مفروض تحكم لنا العشابين والعطارات وبرضو موجهات الاستزراع الجيد للنواهات الطبية برضو عندنا تعاوم مع كورسين اليونسكو للمرأة لوضع ماجستير التكنولوجيا الخضراء برضو بنقوم بتدريب المعالجين في مجالاتهم المختلفة فعندنا كمية من الكتب الإرشادية زي مثلا كتب للفقرة في الصحة النفسية وبالإضافة للبصارة وعندنا برضو كتاب لمكافحة مرض الأيدس وعندنا كتاب للعشابين طيب الرؤية المستقبلية للمحط حاولت أختصرها في نقاط بسيطة اللي هي أهم حاجة إحنا محتاجين لتطوير وتعزيز للبنية التحتية تحت المحط عشان نقدر نقوم بعملنا على أكمل وجه فمحتاج اللي زيادة في القوة البشرية محتاج اللي تدريب المبنى بتاعنا بيقى أقلة مننا بكتير محتاج اللي معامل تكون أدبانست أو متقدمة محتاج اللي مكتبة كبيرة محتاج اللي مسرعة كبيرة فاحتياجاتنا كثيرة جدا جدا لكن لازم يعني الاحتياجات يتوفر لنا عشان نقدر نقوم بعملنا ده بطريقة جيدة برضو يعني العمل ما عنده مكثب جدا في المحهد لكن بطنقصنا التجارب السريرية واللي يقولي لازم لازم يوم ربع النبات فاحنا بندرس زي ما قولو بريكنيلكل أو ما قبل السريرية فممكن الناس تعمل طبعا التجارب السريرية لكن مشكلتنا في السودان هنا الإجراءات بتاعنا عمل التجارب السريرية صعبة جدا جدا فيارت يكون عندنا مستشفى يعني يكون الدكات رفيه بيقوموا بالحاجة دي بطريقة ساهلة ومبرينها مع الشروط يعني مع مشكلة فكثير من البلدان عنده مستشفيات خاصة للتجارب السريرية للنباتات التبية فدي بتسهل شغلنا كثير وهي في الأخير مكملة لشغلنا ولا بد منها محتاجين برضو نشيئلنا بنك لي بزور النباتات التبية وبنك للمركبات المعزولة من النباتات التبية محتاجين برضو الوحدة عشان نفصل بها وننقبها البروتينات عشان يستفيد منها في تصنيع الأجل محتاجين برضو نربط أبحاث النباتات التبية والطب الشعبي بالسياسة الصحية بتحت البلد ويكون عندنا مركز غير من التدريب المعالجين الشعبيين وإدراجهم في المنظومة الصحية الشاملة للبلاد يعني السياسة قضى النظر عن المعالجين الشعبيين دي بنفتكر إن ما بتنفع إحنا للودارين الناس ديل شيئنا مقابين هم موجودين وبيقدموا خدمات للمواطنين السودانيين وبأثروا في صحتهم أحيانا سلبا أحيانا إجابا فإحنا ليه ما نستفيد من الناس ديل نطور من غدراتهم ندربهم ونخليهم تحت مظلة وزارة الصحة برضو بنتمنى إنه محهد أبحاث الطب الشعبي يرجع محهد كما كان سابقا مفصلا عن أبحاث النهوات الطبية والأقرية للحوج المسألة لتطوير المناثرات الممارسات الشعبية الطبية التانية يعني إحنا ما نفتكر إن النهوات هذه عندها محهد كامل وماشة كثير للأمام مقارنة بال زي ما أقوله العلاجات الطبية الأخرى زي البصارة أو علاج الفقرة أو الزار أو غيره وغيره فأفتكر لو المحهد بيقى بحسب الحص الطب الشعبي محهد قائم بذاته بنقدر نوفي باحتياجاته بطريقة أفضل مما يكون مع محهد تعني تقريبا كل الأعمال يجب بها في البحث وشكرا جزيلا على حسن الإستماع والمتابعة وأنا منتظر أسئلتكم إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا دكتورة مفيدة على دكتورة مفيدة اسم ومسمى دكتورة مفيدة المفيدة يعني التقديم كان ما شاء الله وافي وأنا في أثناء ما كان يعني أنت بتتكلمي أنا كل مرة بنطفي رأسي سؤال بنطفي رأسي سؤال شكرا جزيلا طيب أنا حأبدأ بأول سؤال قد يكون محرج للبعض لكنه عملي براكتكال شكرا الطب الشعبي أو الأعشاب والحياتي لقت رواج وعملت يعني فتحت الاندستريز بتاعت سياحة في بلدان كثيرة تحديدا فيما يخص المسائل بتاعت الخصوبة والمعارف والمقويات الجنسية والكلام زيلا هل عندنا أي حاجة زي دي؟ عندنا كان مشروع قبل كده كويس مشروع واحد قبل زي ست سبعة سنين في الحاجة لكن زي ما قلت لي إحنا مشكلتنا إنه مشاريعنا لا دكتورة معلش معلش أنا ححبك هنا شوية ويعني اعتبريني سقيل اعتبريني بتاع لأنه أنا شايف احتمال جهود دولها ما معروفة بتاع لأنه ما في الجانب بتاع الاكسايتمنت ولا الإعلام القصة بتاعت الإثارة دي أسا نحن الواحد يكون حايم في الفيسبوك هنا دا ما بتطلبي ما بتسألي بيجيك الإعلانات طايرة من كل حتة أي راجل بيكون حايم في الفيسبوك دا بتجيلي إعلانات إعلانات بعد المقويات الجنسية وما عارف شنو سواء دائرة ولا ما دائرة دا موضوع تاني لكن لو نحن عندنا بروتكت طالع من الريسيرش بتاعنا اتعمل في السودان أعتقد إنه دي بتكون يونيك سلين بوينت حاجة ممكن الناس أقول الله يخل نحن عندنا بروتكت دا موجود في السودان ما هول ناس بتمشي تايلند وبترسي الحاجات من اليابان وأنا قررت في كوريا الجنوبية عندهم الجنسين دي حاجة أساسية بيأخدوها طوالي ليه أن إحنا ما عندنا حاجة زي دي؟ ولو عندنا ليه أن إحنا ويفيل شاي عباو التوكين حولها؟ والله إحنا عندنا نباتات في في الجانب دا موجودة وزي ما أبوتاليكا وشكلتنا إنه النباتات بتاعاتنا ما اتصل لنهاياتها أو على الأقل الان وإحنا كمحّد أو جهة رسمية ما بنقدر مثلا زي العشابين ندي النفتة ساكد كده للمرضى الفلانية أو للفرتيكاني كويس؟ إحنا لازم شغلنا يكون ماشي بطريقة معينة ومنظمة ويصر لحد نهاياته لحد ما تدعمي للكلينيكا الاستدزة النهائية كويس؟ فإحنا عندنا مشكلة في إنه النبتة تصل لنهاية ما أقوله الدراسات بتاعاته كويس؟ وده ما بس بالتسبب لأمراض الزيدي لكل الأمراض يعني إحنا لحد الآن ما عندنا نبات وصل لنهايته وده السبب؟ فدي مشكلة؟ ترى مفيدة؟ السبب شلو المطر اللي؟ لكن إحنا ساعي ساعين لأ معليش السبب شنو المعطل فيها ساعين في عام زي ما أقول في رؤى بتاعتنا المستقبلية بنتمنى إنه قصة الخلينيكا الاستدزة دي والله أول حاجة بيحتاج بالشغل ويشتغلوا فيه الناس نائنين يشتغلوا فيه لازم يكون فيه أطبة البروجيكس السريرية كلها لازم أطبة يعني أنا قبل كده كان عندي بروجيكس شغال معي فيه وستيودنت عايزين نشتغل فيه القونغوليز فيه الميغومة كويس للأطفال هناك لأنه عارفين انهم بيموتوا بكميات هاي لا من كميات من الأمراض ونفتكر للقونغوليز ممكن يساعدهم كثير فالطالبتي دي تقدر تبدأ المشروع بتاني قالوا لا لازم سوبرفائزر يكون هون طبيب كويس لازم يكون هناك فيه طبيب متابع ففيه كمية من الريستريكشن و بعد ذاكة لازم تجيب انت ورقة من وين ورقة من وين ورقة من وين وفي الأخير لقد تروحه مضطرة إنه حتى تتناسل عن المشروع وتخليه كويس من التعديدات الكبيرة فأيوه فإحنا عندنا مشكلة بالجد في التجارب السريرية في السودان هنا يعني هم ممكن تدعمل لكن انت عشان تقدر تعمله في صعوب كبيرة جدا جدا زي ما قلت لك بره في مستشفيات بتكون المستشفيات دي بس متخصصة للتجارب السريرية كويس انت عندك نبتة لأي مرض بتدخيله هناك فتين متخصص بتاع طباء بعرفهم ذاتهم البروتوكولز المفروضة عملوها شنو بيشتغلوا لك أنت فعلا بيطالبوك بكمية من الأشياء اللي انت مفروض تحضرها قبل ما هم يبدوا الدراسة بتاعتهم لكن بعد ما انت توفلهم بكل الحاجات اللي هم عايزينها بعد ذلك بيدوا طوالهم التجارب السريرية بتاعتهم لكن في السودان هنا دي من أصعب الحاجات يعني إحنا عشان بنعمل مثلا تجربة سريرية إلا تمشي تحنس لك دكتور تكون بتعرف لك دكتور ما بقول لك ما بنعملها بنعملها لكن يعني بطريقة مقننة وبتين بتاع طباء صعب جدا جدا ما ساهل ما ساهل خالص خالص يعني المركز نفسه مش عنده مثلا الدواء بتاع المركز مش يعني ضمن الوحدات والهيات نحن اللي سما مرينا على كل الولايات مش في حاجة معنية بالطبة صورة عامة يعني إحنا زي ما قلتها التجارة اللي بنقوم بها اسمها ما عندنا أطباء ما عندنا أطباء في محدة بحاس أنها أطبية ولا أطرية ضمن المركز القومي للبحوث كان عندنا الطبيبين لكن ما بيستمروا في العادة يعني حتى ما أحد أطباء عامةً بصراحة أقول لي ما رغبانين في قصة أنه يعني رغبتهم ما كبيرة في أنه يدخلوا في تجارة بتاعة التجارة السريرية أو كده بالذات بتاعة النباحة الطبية أيوة فيما أحد الأبحاث الطبية اللي هو التابع المركز القومي للبحوث يعني إذا كان المركز القومي التابع المركز القومي للبحوث هنا نعم برضو ما في ولا طبيب ما في ولا طبيب مركز القومي للبحوث يكون طبيب أو طبيب المعهد الأبحاث الطبية التابع المركز القومي للبحوث ما هو جزء من المركز القومي للبحوث هنا ده المعهد الحاليا يعني بيتكلم عنه المعهد الأبحاث الطبية والعطرية والطب الشعبي ما في تعاون بين بين التو ديفيجين داخل داخل دي سيما سنتر يعني؟ هم زاتوا ما عندهم أطبة طب المناطق الحارة نفسه ما فيه أطبة يمكن لو كان فيه وكان شوية يسهلوا لنا لكن هو زاتوا ما فيه أطبة والله هذا مرحباً أنا طبعاً قبيل يعني برضو عملت لي زي ما قلتك هي أحياناً الناس بيتقدر تقوم بالتجارب السريرية دي لكن زي ما قلتلك معقب شوية طيب الأطبة الليفل بتاع الكواليفيكيشن الكواليفيكيشن المطلوب شنو؟ يعني هل أهل الطلاب الخريجين من الطب اللي بيكونوا ما لاقين لهم فرصة بتاعة الروتييشن ولا بتاع ديال ممكن يجي يشتغلوا؟ يشتغلوا إن شاء الله ببارتايم يعني كونتراكت؟ ما قاعدين يجون كتير يعني حتى مثل الإزامية هل ممكن؟ يقوم بالحاجة دي ممكن لكنهم في العادة ما قاعد يجون طيب ونحن بنجيبه لكم نحن بنقوم نساعد في إنه نعمل كامبين على ساحة الناقبارنا أي لأنه يعني خسارة كبيرة جدا إنه يكون الريسيرش يدعم الفيطر طويلة جدا ويصل لحتة ويجيف كل مرة يجيف في نفس الحتة صح 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 هاي يعني تي خسارة و... مشكلة كبيرة بجد مشكلة كبيرة جدا جدا هاي الثاني حاية طبعا حزينة جدا على الفق غير إنه التكلفة المادية برضو كبيرة جدا جدا لكن دي تخيالي مقدور عليها مقدور عليها مقارنة بإنك تقليليك في نبات معين تمام وأنا أرشح إنه يبدأ يبدأ الريسيرش يعني يبدأ من آخر نقطة ويقف فيها فيما يخص الموضوع بتاع المقويات الجنسية مش لأنه هو الأهم مش لأنه هو الأهم وإنما هو البجيب الإعلام سبحان الله يعني دي حاجة غريبة جدا جدا أنا لاحظ صلا في كل حتة هي البجيب الإعلام طيب في دكتور سارة أيوه 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 من الحاجات الجاسبة خالص خالص لا لا عندها إعلام ما طبيعي ما طبيعي يعني هي بتكون المدخل زي القصة بتاعت الدب الدب الباندا أنا حضرتها قبل كده عالم بدا حيوان في واشنطن دي سي كان بتكلم في مؤتمر بتكلم عن الدب الباندا إنه ما هو الدب الأجمل ولا الأزرف ولا الأسكار بين الدببة لكن هو اللي قال الإعلام فبيقوا الناس بشيروا دب البان بيجمعوا بطب الرعاق رغم إنه يعني من الدببة هم بتكلموا التقصص يعني من الدببة بيقولتوا صرفاتهم سخيفة جدا وإلى آخر بس شكله كيوت كده فالزلده يرليو حيتي يعمل بيع إعلام صح وبعد ذاكي بيع البرودكس بتاعته التانية مع عدة طوال يعني مع وكيكة سارة تفضلي جد سلام عليكم ورحمة الله هم بس كده يجيونا هم كده يجيونا بس بعد ذاكي نتفك في إنه نشتغل في إشنو بس إن شاء الله تفضل أسر سلام عليكم كالعادة ما شاء الله اللقاء جميل شكرا لكم كتير دكتور أنور دكتورة مفيدة مدألغة ما شاء الله كالعادة يعني ربنا أحبكم أنا للأسس فقدت تجوز من اللقاء لأنه الكهرباء زطعت وتلفوني نزل والطرية تجيعي الناس الوالدة وفي الطريق كان في موايا وحلتة المهم صعوبات زي ما عدتوا فمعرف الحتة دي مغامرات فمعرف الحتة بتاعتنا بالنسبة للجوز بتعطيب الشعب الحتة بتاعت الزار والرقية والحاجات دي ذكرت ولا لا عايزة أعرف عنها وصلت فيها لشنو هل هي بالنسبة ليكم مقبولة كنوع من العلاجات الشتائية ولا بيصدلوا بدائل عنها طبية وكده لأنه الزار مثلا عنده تفسيرات عند ناس الدين بيقول ليك إنه هو استحضار بتاع رواح وحرام وكده وعند ناس الأصيب بتاع علم النفسي بيحتبروه إنه هو نوع من الحال النفسية ونوع من الترويح النفسي فنحن دائرين نصل للتركيبة يعني إنه هل هو نوع من العلاج النفسي ونحتمده ضد العلاج النفسي مثلا وبالنسبة للرقية برضو هل هي هو زعبولات ولا هي فعلا برضو نحتمدها من نوع العلاجات شكرا الله يبارك فيك طيب بنسبة للزار هو بغض النظر عنه في أرواح ما في أرواح أو كده لكن فيه تنفيذ كبير جدا جدا نفسي كويس عن طريق زي ما بقوله عن طريق الدراما عن طريق الموسيقى ففيه تنفيذ كبير جدا زي ما بقوله أحبه فإحنا بنعلم من المنظور ده كويس إنه هو طريقة بتاع التنفيذ مقبولة كويس من ناحية المجتمع بذات المجتمع هم موجودين فيه وزي ما قلت لكي فيها تنفيذ كبير جدا جدا في دراسات متعمقة أكتر أيوة أيوة بالصف كده في دراسات معمقة أكتر أو متعمقة أكتر كانت شغالة في البخور بتاع الظاهر والتأثير بتاعه في الراس كده كويس فلقينا وجدنا إنه فيه تأثير كبير جدا جدا على الأبخرة دي بتعمل تغييرات كبيرة تعمل تغييرات كبيرة تعمل مزاجية يعني إيجابية أيوة بالصف كده وبتعمل ريلاكسيشن وبتعمل كمية من الحاجات كويس حسب زي ما قولوا الخيض وحسب البخور كويس ففيه علاج فيه علاج بيقون بيهو الظاهر يعني ما بطرورة يكون يفسر زي ما يفسروا ناس الظاهر لكن إحنا عندنا تفسيراتنا العلمية ليهو كويس بالنسبة للرقية الشرعية فيها طبعا دي بيت كتير كبير جدا جدا الرقية الشرعية دي وإحنا عملنا كمية من التجارب في محدنا في الرقية الشرعية دي وجونا كمية من الشيوخ وكانوا بيعملوا الرقيات الشرعية وبيجيبوا لنا حتى المرضى بتاعنا هو وإحنا نحاول نشوف المرضى دي وتأثير الحاجة دي بالنسبة ليهم بصراحة كان فيه كمية من الشيوخ اللي كانوا أنس جدا جدا معانا إنه بيفتكروا إنه الحاجات اللي بتحصل بالذات النساء يعني لأنه أغلبا النساء اللي بيجوا للحاجة دي هي برضو تأثيرات سايكولوجية كويس يعني هي بتكون نفسها في حاجة أو تعمل حاجة فبتحاول برضو تعمل عن طريق الرقية الشرعية دي كويس مثلا فلانة كتبتها زوجة أساول فلانة هنا بتاع الحياة الزي دي ففي كثير من الشيوخ هم ذاتهم زي ما تقولي بدردقوهم عشان يقولوا الحاجة دي وبيفتكروها إنه زي فيها تنفيذ ليهم كدا لكن دا طبعا ما يمنع بينه ممكن تكون فيه رقية شرعية وصحيحة 100% وعندها تأثير زي ما تقولوا علاجي يعني لكن كتير كتير منهم حتى الشيوخ بيفتكروا إنه الحاجة دي زي ما تقولوا فيها الجانب تهيوات؟ أيوة تهيوات يعني ماذا النار عندهم تهيوات؟ تهيوات عشان يطلعوهم بعدين يعني في آي 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 بعدين في اللاخزة في دايما الحياة دي مرتبطة بـ استيغمات زي ما تقول كويس يعني مثلا واحدة راجلة ما راغي فيها ولا كدا فبتحاول مثلا تعمل الحاجة دي أو تقول السبب مثلا إنه في جين في شنو المهم يعني حاجات زي دي فالدراسات دي ساعدتنا كتير والله على فهم الحاجة دي يعني والحمد لله كان الشيوخ متعاونين جدا جدا معنا وفي واحدين منهم كانوا خريجين جامعات وكدا وبيقروا كتير يعني متخصصين في السايكولوجي لكن بيقروا كتير في السايكولوجي كويس تمام مهمة أي نعرف الفرق لأنه برضو في مش يعويزين طبعا يعني مهمة زول يعرف الفرق أيوه شكرا والله شكرا مفيدة الدراسات دي الناس الكاهوية نشان ترجع لها والله إحنا عندنا في المحد في شكل التقارير كويس مشهورة على الإنترنت؟ لا 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 أبدا 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 الدراسات صغيرة 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 دي آآ والله أقول لك شنو ما هو منشورة طيب نوع من أنواع الهيستيرية كويس وفعلا يدر التثبيت إنه أغلبية اللي بيدخلوا في الزهر كده عندهم نوع من أنواع تكون معاها صور تكون إنفوغرافيكس وتكون مترجمة للغات مختلفة لغات حيية وكده والله جدا ما في مشكلة ممكن ممكن 200 ممكن طوالة نبدأ في الموضوع ده لأنه أنا أنا شخصيا بري انترسيت في أنه أنا أروج لي بلدي عبر الموضوع ده احنا عندنا طبعا ناس متخصصين أثنو سايكايتري اللي هما بيشتغلوا بالحاجات دي في المحل وهم خرجين علم نفس وتاني اتخصصوا في أهول أثنو سايكايتري دي فخلاص أنا بتفاهم معهم ومنشوف لو ممكن اتفقوا معاك لتقديم حاجة وكده جدا إن شاء الله طوالة طوالة إحنا حاضرين بي الحاجة اللولة الحاجة التانية طالما الموضوع عن النباتات وكده داينا نعرف التنباك عندكم فيه دراسات انتو بتتحقوا معكم يا أخوانا لا حياة في العلم انتو بتتحضروا لي والله كان عندنا دراسة بادية طبعا ده كل سودان ده بيسف يا بيسف سف عديد يا بيسف حاجتان انتو عارفين وضرر وكبير كبير 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 بالمبالغة وهو من أهم الأسباب لكمية من أنواع السرطانات بتحت الفان والله كان عندنا دراسة بادية فيه مع واحد زميعنا صيدلي ومشى فيه كتير جدا لكن بكل أسف ما باصر الشغل بتاعه مهنقة دور لكن جمع كمية من المعلومات فيه ما عمل بابلشت ويرج لكن برضو ممكن نطلب منه عمل بابلشتين لقدر الشغل العمله ده هو كان زي PHD له ولد ممتاز جدا ونصيد جدا جدا وهو تخصص فارمكولوجي فجمع كمية من يعني حتى نوقع الصعود المختلفة وغارة نوبيل الصعود الأوروبي والمهم كمية من الحاجات فعنده ده تجميلة جدا جدا وافتكيرة جيدة جدا جدا وصالحة للنشر بيكل فما في مشكلة ممكن إن شاء الله نتصل بيون خلي نشجع زي ما قوله يا دكتورة نوى طيب أنا في حاجة برضو ده رامي نعك شير الاسكرين عشان أوريك يا دكتورة اللي هو حاجة تابعة للبحثين السودانين عندنا نحنا مجموعة فرعية اسمها Pharmacy Expertise Research ومشرفين عليها يعني عدد من الأطيب الصياطلة المتخصصين يعني موضوعهم الصيدلة والرساج بتاعها الأسبوع الفات كان عندنا يعني جلسة عن اللهم صلى الله سيدنا حمد الدورة الصياطلة في كورونا تمام؟ ونحنا شيرنا معهم باللقاء ده أسر اللي نحنا قاعدين فيه ده أنا حاوريكي الجروب ده وفيكم صيدلي صيدلاني يعني صيدلانية وإنه لو حتى زمين الباحث اليوم بدل البحث بتاع التنباق ما تماما ولا كده بكتوري ناس أحمد السيد هي محاضرة كل الصيدلية على الجزيرة هي المشرف بتاع المجموعة دي والمجموعة زي ما شايفة فيها أكتر من 5400 صيدلاني دين ناس صيدلانيين فقط فأنا متأكد إنه لو عملنا كورو كنا أخوانا ذاهرين باحث عشان يجي يواصل من الحتة الويجي فينا الباحث بتاع التعلم أنا متأكد أن إحنا وي كان يعني موبالايز واللي ملينا عدد من الباحثين عشان يتقبضوا الموضوع ده يعني ما ممكن يكون فيه نبتة في السودان قاعدة في خشوم مايجورتي بتاعت السودانيين مضرة هاي وما في بحس عنا دي حاجة حتكون غريبة بالنسبة لنا هو في شوية بحوث فيها فيه لكن ما كتيرة لكن في بحوث في بحوث طيب دب يزوجني للسؤال الثاني البنقو الحشيش في السودان هل في أي بحوث عنه؟ البنقو أصطش كده ما فيه بحوث لكن قبل كده طلب مننا البنقو ده ما معروف وعديل لكن قبل كده ناس الشرطة قسم الجنائيات طلبوا مننا لستة بتاعتنا البنقو باتات طبية كويس ما معروفة لكن بيتأدي نفس زي ما بقولوا البنقو كويس وقدرنا نتحصل على بعض النباتات دي وأديناها لهم يعني في بعض النباتات معروفة عارفينها لكن يعني زي ما قلت ما معروفة عالمية لكن هنا في السودان يعني احنا متميزين بيها أحنا متميزين بيها أحنا متميزين بيها أيوة والله يا أخي بروضاكت نباتات ولا غيره وفي هالرسيرش ماتيور اعتقد انه في فرص كبيرة جدا جدا ما هنده في دول زي افغانستان دي يعني الاختصان بتاع قائم على المخدرات مش انا احنا نقول نروج للمخدرات لكن انت الرسيرش بتاعك عارف والله ياخي شنو الجدول بتاعتها وشنو الاضرار بتاعتها وين ممكن الدولة استفيد منها والله انا بفتكر احنا تدام نركز على الحاجات المعروفة احنا معروفة اكتر بقى بلادي دكتورا يعني كويس نعمل الحاجات الواضحة الواضحة ما هندهش عفلنا بتاقيفوا اين يا دكتورا هم كلهم بيقيفوا كلهم بيقيفوا كلهم بيقيفوا لكن يعني انا افتكر عندنا امكانيات كبيرة تانية يعني نخلينا الحاجات الكونتروفيرشل دي ان نخليها شوية احنا بالحاجات العديلة المعروف الحاجات امورنا متعسرة خلي كمان نمشي لنا عنديك فوندين عنديك فوندين لبخص بتاعتك الكويسة والله ما عندي طبعا طيب لو جبت لكي فوندين لو جبت لكي فوندين من شركة بتاع السجائر بتقبلي ولا لا عشان نعمل شنو عشان تعاملي بحق السرطان تعال جي الناس من السجائر لهم بنتجوزاتهم حتى قبلي ولا لا انا سيبوريك انه في السودان مسلا في المصنع بتاع برينجي دا مبلوك لليابانين هم بيعون شغل بتاع مسؤولية اجتماعية بيوتيفول والناس بتشكر فيهم شكر يعني اقول لكم شنو بس عجيب لكنهم في النهامون تجيب لسجائر احنا برضو كرسيرشورس لازم نكون شوية عمليين يعني يكون عنده والبراغماتيزم عشان الرسيرش دا يمشي لقدام ما هنداسي مثلا زي الفريد نوبل جائزة نوبل دي على لكن نوبل عمل شنو عمل ديناميت كتل نص العالم دا مش كده فهن احنا دايرين نشوف هل اداراتنا التفكير بتاعه براكتكال براكتباتيك هل حتتمشي بينا تعدل مشاكل احنا فيها دي ولا حنقعد في مكانك سر طوالا نشتكي منه والله يا اخي الـ government والماكدة والماكدة هل في حرية بتاعتنا تحرر بس احنا ليه الحرية دي تكون مرتبطة بالحاجات دي احنا ليه الدولة ما تنتبه للـ researches بتاعاتنا الدولة ما حتنتبه للـ researches الدولة بنتبه لروها بس يعني احنا بالجد بالجد احنا منفتكر انه بحالة الطبية والعطرية دي دي بمثابة بترول بالنسبة ليه السودان كويس لو استغلاها بطريقة كويسة لو استغلاها وبمجهود قليل جدا جدا احنا منقدر نستغنع كمية الدواء سفيرات كمية من الأدوية احنا ممكن حتى نصدر للدول جنبنا كويس انا بحالة الطبية دي احنا عندنا بالمناسبة إرث كبير جدا جدا يعني عندنا مختلف المناخات كمية هايلة من النباتات كويس بقليل من الجهد كويس بحالة ما في دولة في العالم اتكتمت منغا الـ researches كويس الكلام هالا ديكتورة ابجديات ابجدياته السياسيين زاتوا بيجوا في التلفزيون قولوا بالله احنا البحث والـ researches والعلم بتوعوننا كالضابين احنا عارفين الكلام تعرفها وكتر مننا احنا دايرين انو الـ researches بتاعنا يقدر يدعب نفسه شنو المجلس المفروض ناخده كناس مسؤولين وعارفين يعني والله احنا كان في فترة ممنوعين عن اننا نستثمر خالص خالص في المحل كويس لكن هسا الحاجة دي ممكنة فإن شاء الله بنحاول نستثمر في مجالات وإحنا بالمناسبة متفائلين خير كتير جدا جدا بإنو الحاضنة دي لو اشتغلت حتفتح لنا سوق كبير جدا جدا كويس الحاضنة دي بس يعني يعني عرفتا في عراقيل كده دا يعني بعض مرات تلقى حتى القرش موجودة لكن في عراقيل إدارية ما بتمشي بها الأمور تماما تماما لكن الحاضنة دي لو قدرنا كويس نبدأ فيها شغل دي حتكون مكسبة تبير جدا جدا للمحل وممكن تغطي له كمية من الاحتياجات بتاعته المادية عشان إجب تتدير من المشكلة في منجب بتاع ذهب لكن إحنا ذاتنا فاكرين بنفتكر كده لكن يعني إحنا إحنا لدرجة بنقول إحنا ذاتنا منخش في حاجة سيدي إحنا نكون مدل للناس التانين عشان نخشوا في حاجة سيدي دي حتى بنقول يعني النبقى زي الفقر الفكي يقول ليك لنت متنى إلا إجراجي لك تما إحنا يهجع إلاه في مصلاية في الوطا وحالته بالبل فليما إحنا ذاتنا نكون بالحاجة دي والمودلز دي شوفها فينا لكن إحنا بنفتكر الحاضنة بتاعت التصنيع الدوائدي إن شاء الله إن شاء الله هتفتح لنا كتير من الآفاق إن شاء الله لو بدت تشتغل لنا وليما ربطر في كتير من كتير من المصانع راجيان زي ما قول بيقولوا إنه هم ما يقعدين يصنعوا أدوية من النباتات السودانية لأنه ما بيلقوا الاستمرارية وما بيلقوا النباتات عندها المواد الفعالة المعروفة لأنه النباتات السودانية على نبيت الجمع بريا كل واحد بيكون مادة الفعالة مختلفة من التاني والطور بتاني مون كده لكن لو ليقوا في الحاجات دي إنه في مدلة هم بالنباتات وفي مادة فعالة معروفة بتوين كم وكم وحاجاتكم معبولة ممكن طبعا لإدو في حاجة زي إن شاء الله هسا نوكدي لو بدت أفتح لنا خير تمام في أسئلة تانية بطوة عن السمغة العربي كب برو بايوتيكو إلى آخره لكن في عمر عباسي نرافع يدو أخليه الداخل وبعدين نرجع لك تاني عمر شكرا دكتورة أنور السلام عليكم عندي بس استفسار من دكتورة موفيدة اللي هو فيما يتعلق نحن قبل شوية بدت تتكلم عن الجانب الاختصادي وكده فهل القوانين الملكية الفكرية هل هي كافية لحماية إذا بدأ ينتاج وبدأ يعني عمليات في الإطار ديها وبرضه أحب استفسر إذا كان في أي براءات اختراع تم تسجيله وهل أنت عندكم يعني الفريمويرك التي تقدر تشتغل من خلاله على سلسل ويتم حماية المنتجات ديها شكرا جزيلا شكرا الله يبارك فيك طبعا زي ما قلت لك إحنا إحنا ذاتنا جديدين في الحاجة دي كويس وعشان كده هس دخلنا في البروتوكول بتاعنا غوية وقاعدين نتدرب فيه وعشان فيه ده فتقاس ومنفعة وكده ولأول مرة إحنا نشتغل مع زي ما قولوا مصنع فدائرين حقا يتحفظ ما يقوم المصنع الشي الحقنا ولا إحنا قمنا الشي الحق عشان كده دخلنا في الحاجة دي ودربنا علىها تقريبا وهس عارفين إنو حقنا مفروض يكون قدروا شنو حقهم هما قدروا شنو بالنسبة للبراءات الاختراع هنا في السودان كل براءات الاختراع علي عندنا وصفية زي ما قولوا كويس ومسؤوليتها بتحتمد علي الزول البدي الكليم أو اللي بيقول الكليم كويس ما في ما عندنا زي ما قولوا براءات اختراع عملية كويس لكن الشي اللي بيعملوا إنو ناس ديوان النايب العام بيحفظوا الحق المادي ليه العشابي ده أو الزول اللي بيجيب البراءة دي وليه قدام لو حصل إنو طلع ربح ولا كده يكون عندو الحق المادي لكده إحنا يعني الحد الآن حتى في المركز القومي اللي بيحو سيادوبك بدينا في إنو يكون عندنا our own زي ما قولوا Property Rights ومشين فيها كويس جدا جدا وبالمناسبة دي كانت زاتة زي حجر عثرة لين في تعاون كتير مع بلدان تانية في Researches يعني معنا في جنوب أفريغيا مع فاكستان مع وين لأنو لما نقرأ ال Property Rights بتاعاتهم الغوانين بتاعاتهم اللي دي أي مشروع لازم مع بلدان يقول لكده الخش فيها الحاجة دي من القاومي مشحف خالص خالص وبسألونا إنتو قوانينكم شنو بيقول لهم مع عندنا قوانين وهنا كده لكن هسا الحمد لله بدينا في الحاجة دي مع بروف زينب ومشين فيها قويس جدا جدا ممكن في الشهور الجايات دي يكون عندنا our own زي ما قولوا Protocol بتاع Property Rights وكده هل أعملت أي مقترح لمشروع قانون يعني يسلم للبرلمان الجايدة على ساسينو يجاز؟ أبدا أبدا هل ممكن تعملت هاي سيدي؟ والله نشوف لكن لحد الآن هي المسألة دي داخلية ما أنا قلصي بس إنو في كتير من الحاجات بتجي بتفرض علينا كباحثين لأنو إن إحنا ما برواتفلي تحركنا وورينا إنو المفروض يحصص شنو يجيك عسكري طاير ببراشوتو اللي بصيب الزمان بيخدت لك حاجات بوقف شغلك كله لأنو إنت أصلا ما وريتو تدائر شنو فأعتقد إنو برواتفلي ممكن الناس تجهز مشروع قانون للمسألة البروبرترايد في البحوث وكده إذا كان للمحة دا ولا المركز قومي البحوث ولا البحوث في السودان ككل وتخليه جاهز لأنو يسلم طوال عشان يجاز في عبد الله معتصم هنا هو الأمين العام لاتحاد العشابين قال سلام عليكم لماذا لا توجد شراكات مع العشابين لماذا يتواصل المحد مع اتحاد العشابين والاتحادات الأخرى لتوحد الجهود في التدريب لماذا لا هل تعلم بأن لنا دائرة مختصة في المهنة الطبية والصحية هل تعلم أن عدد مقدر يحملون الرخصة لموارسة المهنة أنا رسلت له الرابط تعزوم عشان يخوش لنا هنا لكن لحد ما يخوش كده ممكن نجاوغ على الأسئلة بتاعته دي اتحاد العشابين أيوه 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 إحنا عندنا تعاوم معاهم من وقت لوقت ودربنا مناهم ناس كتار جدا جدا والمهن الصحية دي اللي كتب استضعفونا ووريناهم الكتب التدريبية بتاعتنا بتاعتهم بزاعت الإلاجات بتاعت النباتات لكن من وقت لوقت كان بيكون عندنا تواصل مع ناس وزارة الصحة كويس فعلنا سلمي هنا الصحية دي اللي طولنا ما مشينا اليوم وكده لكن ما عرفين مين وعين الحصل شنو يعني في زملاء نمشو لكن ما يعني كان في زي إجابات ضبابية خالص خالص ما عرفنا الحاصر شنو بالظبط هناك يعني فياريت هو ذاتو ينويرنا هالساة إنو هما وصلوا لي وين بالظبط هو ما شايف دي زوم يعني هم زمان بدو رخص لكن الرخص بتاعت الاتحاد بتاعت ما بتطلع من وزارة الصحة كويس فأنا ما عندي فكرين هالسا فيه بما بتاعت التشاور وتفاكر فيه وكيف ممكن ندعاون وننهب بالموضع هل ممكن تعاملوا كورس زي ديتو؟ والله بنعمله جدا وإحنا مين وكد بنعمل حاجة زي دي يعني حتى هم معنا مرتصين دا عملنا عندنا كان مؤتمرات مشتركة معاهم زي ما قلتك عندنا كورساة تدريبية معاهم يعني بعرفوا معرفة شخصية يعني وكان عندنا كي يعمل الشغل معاهم قبل كده يعني وعندنا حتى مع اتحادات تانية ما دا بس يعني قبل فترة كنا في الجزيرة في اتحادتان هناك في الجزيرة وقمنا بيت تدريب مثلا العشابين هناك وكده فلكن يمكن بالزاد ناس المحتصم دا شوية اتقطعت بيننا الصلة لفترة يعني لكن ما فيما يمنع انه تجدد الحاجة دي لكن كان عندنا معاهم كمية من العمل يعني كده تمام طيب في سؤال عندي سؤال لو مستعجلة دكتورة لا 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 مستعجلة قدر اذكرك بالثمغة العربي كنت عاستطيع السمغة العربي شبح الله السمغة العربي كمان في حاجات قدامه قدام السمغة العربي اكبر القروبات المعروفة بتاعت البنات الاسمها فسخ وجلخ حسنا حسنا لأنه في شعبية كبيرة جدا جدا للكريمات والمستعدرات الطبية اللي علاقة بطبيض البشرة وغيره اي واي هل وفي لدي كبيرة معبرنا الناس لدي ايجاب بطبيض البعض في ميه ونre في ميه في الوقت فالبالبالة تحفي هل في اي أبحاث تمت في النباتات التجميل اللي علاقة بالبشرة وكده والله إحنا ديه بكبادين في حاجة زي دي، كويس في حاجات التجميلية. عندنا شغل جميل جدا جدا شغالين في الحنة الحنة دي طبعا عشان النسوان يسودوها بيستعملوا كمية من السموم فعندنا مشروع في الحنة بنحاول لنشوف من النبهات الطبية والعطرية النباتات عشان تكون بديل للصبغات دي كويس فشغالين كويس جدا والمشروع دي تقريبا على وشك انه ينتهي وصلنا لنباتات جيدة جدا 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 ممكن تساوي للحنة بسرعة وتجنب النساء كتير من المشاكل يعني بالمناسبة الصبغة بتاحت الحنة دي جدا نزاة النسوان اللي بيستعملواها كتير كويس وهي ما بتصهر في ساعة دي الخطورة بتاعتي يعني النسوان اللي بيجوم حساسية من الحنة اول ما يخدوها مثلا فيها الصبغة دي دي المحظوظات جدا جدا لانه تاني ما بيستخدموه لكن النساء المبتصر الحساسية عندهم بسرعة فبيتدى زي ما بقولو الجسم او يكون عندها اساس البية جدا جدا يعني احنا جربنا الحاجة دي في مثلا حيوانات المعامل مثلا لو شفت انه الاجهزة تحت الجسم بيجوها بيكون شبهها كيف بعد استخدام الصبغة بتاحت الحنة دي يعني ما في مراه بي تعني انا شخصيا مثلا في حياتي ما استخدمت الصبغة دي لانه عارفة اثارة خالص خالص اي ناس لاجيهم بحاول اناورهم في الجانب فعندنا شغل كتير زي ما قلت لك في الحنة الحاجات التانية عملت حاجة في الاعلام عن القصة دي يعني المشيطة لقاءات تلفزيونية جوكم ممثلين يعني انا شفت الشاب ده الاسم مصطفى جوري مشالي وزير الري وعمل معه لقاءات لانه في فئة عمرية ما بيقدر يصلوا له الهيئات الحكومية الا عبر الشباب اليوتيوبر وناس الواتساب وغير وغيره ناس الفيسبوك كده فهل دعيتوا الشباب دي لانه يجوكم عشان عارفوا انه يا اخوانا امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وبناتنا الحاجة دي خطيرة والله بكل اسف ما عندنا شغل اعلامي لكن هو بيني وبينك ما كلهم عارفة لا ما في زور عارفة انا ساعدت تكلم معي انا ذكرت زور دريبيني يا دكتور انوار بنتحرو بيها عديل كده كويس مرة لما تدور تنتحر كويس بتبلع السبغة وبتاكل السبغة فهم عارفينها يعني يعني ممكن ما بالصورة اللي احنا فاهمينها لكن يعني زي انه انه الحاجة دي كويس لكن انا تخيل لي برضو مهم جدا الناس تجد بدائل كويس يعني النسوان السودانيات الحين دي موجودة في ثقافتهم مهمة جدا جدا فمهم جدا الناس تجد بدائل تكون قريبة على الأقل ما هي السرعة نظارين السرعة السواد والسرعة الحاجة وبيها بيت العرس ومؤخرا بيت البيكة وكده تماما فعشنا كده لكن ما عندنا دور الإعلام بالحاجة الان حداينا ساعدكم في الإعلام لدور حاجة زي ذي لانها حاجة يعني حاجة مهمة جدا انو الناس تعرفين الحينة قاعدة ما هتمشي يعني حتى لو احنا خلينا البحث نسوان ما هيخلو الحينة فلازم نركز في الكنيات تمام طيب السمغة العربي أنا قبل كده في نظمة المتمر تيدكس خرتوب وصدفت دكتور عسام صديق دكتور عسام صديق كان بيتكلم على السمغة العربي الكلام بتاعه انو والله ياخي هي المن والسلوى والكلام العلمي اللي بيقولوا انو والله ياخي بتساعد البكترية الكويسة في انها تتكاسر في البطل وبالتالي يعني حاجة كوي هل في أي أبحاث عندكم؟ في المحهد ما عندنا لكن معروف هو السمغة العربي انو It's a pre-biotic يعني معروف معروف هسا في شغل فيه ومكثف احنا ممشاركين فيه لكن انا بعرف بعض الأشخاص مشاركين فيه وأطباء وصيادة وكده في السمغة العربي لعلاج مشاكل الكلام شغل جميل جدا جدا ومشي كويس جدا جدا وحتى وصلوا للدوز بتاع السمغة المفروضة زولي تناولوا يوميا وبالذات الناس اللي بكونوا فيه من المرض الكلا وكده وناجع جدا جدا ومشي بصورة كويسة جدا جدا وصيادة كبيرة جدا جدا هي سريرية واذا عملت فيه كمية من المرضى وحتى مشاركين معهم جامعات في السويد وفي انجلترا ومعهم بكاترة يعني متخصصين في أمراض الفيلو وكده وكمية من الصيادلة فده يعني ده حاجة جديدة بجانب التغييرات المعملة في البكتيريا وكده كوفيد-19 وصال الله حيارة إن شاء الله ربنا يوفق إن شاء الله ربنا يوفق إن شاء الله ربنا يوفق إن شاء الله الآن في القفلة بتاع الجاعة كورونا دي أرد إنو سمعين كمية بتاع الياهوية دعات ما عارف أشرب شطة الطفل قامل النوم قال أخذ زيت سيم سيم إلى آخره شينو المركز المحادي بتاع النباتات الطبية والعقرية لو جاز ده سألكم قال لكم أنا عمل شنو للكورونا دي والله إحنا الإجابة اللي هنقول ليهو بتكون في رفع المناعة بتاعته كويس أكتر من إنو علاج للكورونا زادا لكن هس عندنا زي ما أقوله مجموعة بحثية في المركز الخاملي البخوس مشتركين فيها محد أبحاث النبات الطبية والعطرية والتقاني الحيوية ومحد أبحاث المناطق الحارة مشتركين ومعانا حتى الـ Endemic Diseases كويس في جامعة الخرطوم معانا التعليم العالي فكلنا مشتركين في زي ما أقوله المشروع ده وهو أفتكر في أطواره النهائية عشان يتددم للتعليم العالي للتمويل كويس فعندنا بعض النباتات بنفتكر إنها ممكن تكون بالعالج وكويقاية برضو تمام نأخد آخر سؤال من سارة تفضلها سارة سلام عليش كفترت الكلام بس كنت دايرة أضيفت اختراح قبل الشغل بتاع الإعلام عن الأبحاث عن الزار والرقية وكده غير النشرة العلمي أنا باخترح إنها تدعمل سمينارات السمينارات ده بتجذب أكثر لشريحة أكبر وحتى باقي الشغل اللي تدعمل فيه شغل كتير في النباتات الطبية وده رشيد هنا بيما حدها بحسن نباتات الطبية والمعابده ناس دكتور ريان في عمل المنصة دي يتواصلوا وأنا تواصلت مع يدو مع الناس يتقسرنا يعني أنا ما انتبهت إنه ريان ريان تابع للريان دي شابة نشيطة ممتازة جدا يعني الآن تحية هي زميلات ناس روميساء وراني وغيرهم يعني في إنه الجهدي ده بده من عندهم يعني جد يعني نشكرهم جزيراً عليهم شكراً لك سارة على تنبيهي لحدة دي صحيح فإذ دسمنا كان أنا من كل واحدة منهم راني ورميساء وريان كل واحدة تواصلت معنا اسم حد أنا تواصلت معنا جزء من النباتات الطبية فكان الاستجابة سريعة يعني حتى قبل ما يتطب المحاضرات مع دكتور زينب وكده طوالي رسلوا تسجيلات دكتور الطيب ودكتور صالح صالح صح صحيح بعد ذاك تواصلت مع دكتور عفاف تب رئيسة اسمه تب الشعبي ويتجاوبوا معي بيطوا صورة ممتازة إنه هيقدموا محاضرات متسلسلة فالتحية لكم والتحية لكل طبعا الباحثين في المركز الوامل والبحث في كل مصاماتهم فبس بتمنى حكاية السمنارات دي تكون حاجة ريجولر يعني بالإضافة للبرامج الإزاعية والتلفزيونية زي ما زكر دكتور نور شكرا جزيلا الله يبارك فيه جدا جدا إن شاء الله في حاجات كثيرة وأنا أعتقد أنه برضو الدعوة تحت الإفلوينشيرس يعني والمواضيع الخلافية دي يعني زي ما يقوله شنو حتى النكتب بطولارتي إذا بطولارتي مش كده دكتورة إنتي زولة عندك التاسفة على الامريكان كالشير يعني يعني تعرفي how to make things يعني sellable مش كده ماركتابول فمهم جدا إنه يعني الحتة دي أنا والله تنبسطت جدا بالبرزنتيشن وتعلمت عنها أكتر وحاول روجلها بأكبر قدر ممكن على أساس إنه الناس يعرفوا مركزنا وإنتاجنا وبحوثنا وإلى آخرية أكتور مفيدة شكرا جزيلا لك في بس حاجة أخيرة اللي هي واحد قالي إنه مفهود يكون في مفهود يكون في مفهود في المركز القومي البحوث في تحديده في الحتة دي يعني هي دي الحاضنة مش كده؟ أيوة يعني يعني ممكن ممكن هي دا الهدف الأساسي بتاعه الحاضنة تقريبا يعني عشان نخلي زي ما بقوله رجال الأعمال يشوفوا المودلس اللي إحنا بنعمله بصورة جيدة ويحاولوا يتبنوا أو ينجزبوا لها بطورة بصورة بويسة لكن ياريت يكون في المركز القومي البحوث وحدة قايمة بإذات تكون لكل التقاناة اللي بتنتج في المركز يعني وشي إحنا براعنا الله ياخد إي حاجة أن إحنا بنتعي لها بشدة وإحنا ممكن نساعد في إن الحاجة تحصل لأنه الإمباكت بتاعه تكون كبير على إجمال الدخل القومي بتاع الفلد مفيدة يا أخي شكرا جزيلا يعني كان لقاء رائع جدا جدا اشتفدنا من ما تعلّمنا واخدنا في نقاشات جدلية والآخري شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعني والناس تعرف تعرفنا يعني وبنعمل فيشنا زي ما أقوله وذي النقطة البداية مهمة جدا جدا ممكن نتنبكوا من بلس إن شاء الله إن شاء الله نحن عندنا عندنا الـ activities الباحثين السودانيين وفي دكتوري ناس السيدة قلت لكي أسازة في جزيرة يعني عندنا حاجات لي علاقة كثيرة جدا بكم إن شاء الله هحاول ربط معكم إن شاء الله مرحبا تعاون المشترا إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا السلام عليكم إن شاء الله الله يبارك فيك شكرا ألف شكرا 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 شكرا